احنا خلاص دخلنا في مرحلة تنسيق قبول الجامعات وربما كل الأسرة المصرية بتتكلم في ده مهم جدا الطلاب يعرفوا ان فيه أنظمة تعليم حديثة ان فيه تخصصات وفيه برامج تعليمية فرضت نفسها على سوء العمل في مصر وفي العالم كله لازم نعرف جدا ان العالم تغير وان قصة طب وهندسة الموضوع يا جماعة بقى فيه هندسة تخصصات أكثر تعقيدا وفي طب تخصصات أكثر طلبا وفيه اهتمام كبير بأن الجامعات المصرية تواكب بشكل كبير جدا هذا تطوره يكون في موأمة ما بين مخرجات التعليم الجامعي وما بين سوء العمل عشان نتعرف على المجالات دي كلها خلونا نرحب بضفنا دكتور عمر عدي رئيس الجامعة المصرية اليابانية أهلا بحكا دكتور أهلا وسهلا سبعة خير ويشرفنا ان احنا نكون هنا ومبروك لكل أبنائنا اللي نكحب السنوية العامة الله يبرك في حضرتك العقر منورنا في سبعة خير ربنا يخلي حضرتك دكتور يعني في البداية ايه الدور من وجهة نظرك اللي مفروض يقوم بيه الأب والأم تجاه أبنائهم علشان يطوروا من قدراتهم ويختاروا المجال المناسب لهم في الجامعة زي يكتشفوا ده وازاي يعني يربطوا ما بين سوء العمل وما بين أيضا متطلبات أبنائهم حضرتك أهم حاجة هي ميول الشاب يعني ميول الخريج بتاع السنوية العامة هو ميوله ايه لأن حضرتك محدش حيضر ينجح غير في اللي هو بيحبه دي أول خطوة أنه إتاحة يعني عدم ضغط عليه عشان يغير ميوله إنما النقطة التانية الشقة التاني دي مسؤولية المؤسسات التعليمية اللي هي هل إحنا بنجهز خريجينا لاحتياجات سوء العمل ولا لا وهنا أنا لازم أقول على أكتر من نقطة النقطة المهمة اللي لازم الناس تبع عرفاها إنه مؤسسات التعليم العالي لازم تسعى لأنه تؤهل الخريجين مش بس لسوء العمل المحلي ولكن للعالم الإقليمي والدولي صحيح آه لأنه المؤشرات بتقول الأدي في خلال عشر سنين طبعا إحنا عندنا صروة هائلة من الشباب دي صروة مصر اللي يجب استغلالها وثق لها للمستقبل في خلال عشر سنين حضراتكو المؤشرات الديمغرافية بتقول فيه قرات حوالينا هيبقى كل اتنين بيحالوا إلى التقاعد ما فيش غير شخص واحد بيدخل سوء العمل إنما في جمهورية مصر العربية في خلال عشر سنين هيبقى كل شخص بيحال إلى التقاعد فيه تلاتة بيدخلوا سوء العمل تلات شباب ده معنته إنه إحنا لازم نأهل كل شبابنا أكبر قدر من أعلى جودة في التعليم العالي مش بس احتياجاتنا المحلية والاحتياجات العالمية حضراتكو ما تنسوش إن الاقتصاد المصري طبعا تحويلات بالنسبة لنا تحويلات المصريين من الخارج بالزبط يعني سبب دخول العملات الصعبة للبلد بشكل جميل بالزبط كده ده فيه نقطة تانية كمان إحنا بنصمم من البرامج إزاي كل اللي أنا بقول له حضرتك ده طبعا جامعة المصرية اليابانية واخدة بيه إحنا بنصمم من البرامج إزاي بيتم تأهيل طلبة سنويا عامة داخل الجامعة المصرية اليابانية والجامعة دي أنا بدخولها على حسب مجموعة في السنوية العامة ولا فيه متحانات قدرات يعني عشان نعرف الناس أكتر كويس الجامعة المصرية اليابانية أولا هي جامعة حكومية ولكن جامعة باتفاقية خاصة بين دولتين حضرتين عريقتين الحضرة المصرية والحضرة اليابانية الجامعة المصرية اليابانية يعني ما فيش حاجة تخليها تلتزم بحد أدنى من المجموعة ولكن احنا عادة بنلتزم بما يعلن عنه الحد الأدنى للجامعات الخاصة رغم ان احنا جامعة حكومية ولكن فيه امتحان قبول والامتحانات القبول هتبدأ من أول بكرة بنعمل امتحان كل أسبوع تقريبا انا عايز اقول ان احنا الساعة اللي نقدر ناخدها في الجامعة اليابانية حوالي 1100 او 1200 السنة دي انما احنا سجل عندنا لامتحانات حوالي أكتر من 3000 واحد الجامعة المصرية اليابانية طبعا فكر مختلف التخصصات دي بقى اهم حاجة يعني من اهل ايه سوء العمل اختلفنا عن الجامعات المصرية والاهلية والحوال حضرتك يعني هو طبعا التخصصات فيه مسيل لها انما التخصصات المحتوى بتاعها ايه وبتتدرس ازاي الجامعة المصرية اليابانية الادارة منقسمة بين الادارة المصرية ويابانية اتنين نواب رؤساء جامعة يابانيين ومي يتعادوا هاي التدريس بيشاركوا في التدريس الفلسفة اليابانية أولا لاهتمام بالقيم عندنا liberal arts culture center عشان الطالب مش بس يدرس ياباني ويتعرف على الثقافة والحضارة والقيم وعندنا حد أقصى من نسبة عضاء التدريس للطلاب ما نقدرش نزود الاعداد في كل حاجة وإحنا بندرس بالأسلوب الياباني الأسلوب الياباني بيتطلب أن يبقى فيه تفاعل بين الأستاذ وبين الطالب فأسلوب التدريس مختلف إين برامج التعليمية الموجودة؟ البرامج اللي عندنا عندنا برامج هندسية كتير كهرباء اتصالات كهرباء قوة عندنا طبعا هندسة صناعية ميكاترونيكس هندسة بيئة عندنا هندسة حاسبات وعندنا علوم حاسب علوم الحاسب غير هندسة الحاسبات عندنا صيدلة عندنا عمارة يعني هي نفس التخصصات اللي احنا بشوفها في الجماعات طبعا إنما المحتوى إيه والبيتين للتدريس إزاي؟ ده اللي مختلف طب المصاريف يا دكتور أخبار طبعا أنا نفسي حضراتكو تزوروا الكامبس الجديد اللي افتتحوا في خامة الرئيس في عام 2020 حضراتكو ده كامبس على أعلى مستوى طبعا بتنفذه الهيئة الهندسية كامبس صديق للبيئة 200 فدان صديق للبيئة بتصميم معماري عالمي ياباني المصاريف بالنسبة للإمكانات يعني مش كتير احنا عندنا هندسة 80 ألف كل كليات الهندسة كليات صيدلة 85 عندنا صيدلة طبعا فارم دي كليات علوم الحاسب أو عندنا انترناشنال بيزنس ان هيومانيتز 62 ألف الجامعة كمان فيها دورمز ما حصلتش فيها سكن للطلبة يعني اه طبعا سكن للطلاب حمام سباحة مغلق جيم مغلق أنشطة مستمرة بجداول طول الإزمار هناك منح للطلاب المتفوقين في سنوية العامة منح للطلاب المتفوقين مش بس علميا حضرتك ورياضيا احنا بنهتم جدا طبعا وعلى فكرة الجامعة المصري والجامعة ما بقدم لهاش من خلال التنسيق أنا بقى مباشرة أقدم في الجامعة مباشرة وأحب أقول لحضرتك أن من الحاجات الجميلة قوي في الجامعة دي طبعا فيه منح لأبناء الشهدات كاملة ومنح كتير على موقع الجامعة إنما الجامعة بتقبل الجامعة بين أكتر من منحة يعني لو طالب مستوى الأكاديمي يديله 50% ومستوى الرياضي يديله 50% بنتديله 100% هل البرامج ديليها توقمة مع الجامعات اليابانية هني قدر أكمل بعد كده كويس هسافر من غير أي اعتمادات أو شهادة معجلة أو كده خليني أقول لحضرتك طبعا إحنا عندنا برامج كده فعلا عندنا سهل جدا أن حد يكمل أي طالب دراساته أوليا له مشرف ياباني وبيروح يقضي 9 شهور في اليابان أي طالب أي طالب بيعمل دكتوراه بيبقى له مشرف ياباني على فكرة والطلاب الأندر جراديد فيه منح موفراها اتفاقية بين الحكومة المصرية نسبة كم في المية بيروحوا اليابان من مجمع لطلاب الجامعة بالنسبة للدكتوراه والأندر جراديد الأندر جراديد لا يعني أعتقد نسبة يعني يمكن كل تيرم في حدود 20-30 إنما عايز أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا 20-30 من دفع أصلها 1200 تقريبا تقريبا في التيرم يعني في السنة ممكن نقول حوالي 10% إحنا حضرتك وعندنا كمان تم اختيار الجامعة المصرية اليابانية من الحكومة اليابانية عشان تكون المكان اللي بيده فيه منح لكل الطلاب الأفريقة عشان يدرسوا بالأسلوب الياباني فيه منح اسمها التيكاد عملتها الحكومة اليابانية علشان طلاب الأفريقة من كل الدول يجوا يدرسوا كانوا 150 منحة بيخلصوا السنة دي وحيتجددوا بس عايزة أقول لحضرتك إن كام واحد طالب أفريقي يقدم عشان ييجي في المئة وخمسين منحة أكتر من خمس طلاف طالب أفريقي بيتم الإختيار بقى هنا على أي أساس لأنه حضرتك برضو قلت إن المتقدمين من طلب المصريين ثلاث تلاف وإحنا عايزين ناخد ألف ومتين إزاي بنعمل بقى حالة الفلترة علشان نوصل للألف ومتين طالب اللي إحنا عايزين كويس حضرتك طبعا مجموعة السنوية العامة طبعا بيبقى له دخل واكتياز امتحانات القبول بتاعة الجامعة المصرية اليابانية دي امتحانات قدرات لا على فكرة امتحان فيه أربع امتحانات بيبقوا رياضة وفيزيا وكيميا يعني حاجة كده زي الجي أريي الأمريكاني زائد امتحان تفكير نقدي أو كرياتيف سينكينغ مع لغة مع لغة إنجليزية طيب حضرتك يا قدر شايف إنه زي الجامعة المصرية اليابانية تؤهل خريجيها لسوق العمل كويس يعني بالنسبة لللي تخرجوا عندنا كم دفعة تخرجوا من الجامعة المصرية لا إحنا لسه أول نحن جامعة يعني كنت بقول أستاذ مصطفى الجامعة دي مختلفة بالفكر دي كانت جامعة معمولة جامعة بحسية فبدأت جامعة دراسات عليا فقط أول دفعة أندرجراديت أخدناها كانت في 2017 فتم تخريج دفعة واحد إنما نتيجة للفكر ده الجايكة اللي هي هيئة التعاون الياباني حتى معامل غير مسبوقة في الشرق الأوسط وأفريق بحوالي 45 مليون دولار كم العلماء اللي موجودين في الجامعة على فكرة ما فيش حد معين دائم في الجامعة هي الوحيدة في الشرق الأوسط؟ لا يعني المعدات الجامعة المصرية اليابانية هل لها مثيل في الموطقة؟ لا مليش أبعد واحدة فين؟ أو أقرب واحدة؟ في كينيا كان فيه جامعة في كينيا جومو كينياتا اتعاملت بالشراكة مع اليابان إنما اليابان ثابتها إنما الشراكة الحقيقية عندنا يعني مش معتمدة يعني تتعتبر الوحيدة في أفريقيا؟ حاليا وعشان كده وحيدة في العالم العربي برضو؟ لا مفيش في العالم العربي مفيش في العالم العربي نحن الوحيدين في العالم العربي وأفريقيا بالضبط بس أنا أحب أقول برضو إن الجامعة رغم إنها حكومية الفكر بتاعها مختلف مفيش حد دائم كلنا متعقدين حتى أنا يعني كلنا متعقدين ده إدى الفرصة لإدارة الجامعة إنها تنقي أفضل عناصر من العلماء المصريين غير العلماء اليابانيين الطالب هو بيدرس مش بس بيدرس المادة ده بيستزيد من علم ناس ليهم نشر دولي وليهم شغل مع الصناعة على أعلى مستوى وهنا برضو أضيف حاجة برضو أستاذ مصطفى يعني إحنا بنقول بنأهل الناس وبنساعد الدولة إزاي على فكرة يعني من أهداف رؤية مصر 2030 زيادة القيمة المضافة في الصناعة المصريية صحيح في دولة زي اليابان 70% من إمكانات البحث العلمي في الجهات الصناعية طب في شاركات يا دكتور الجامعة عملها مع القطاع الصناعة آه ما أنا حقول لحضرتك في مصر ما فيش غير 5% بس من المقاومات البحثية وده بيحط المسؤولية على الجامعات إنها اللي تساعد الصناعة عندنا أربع مراكز لدعم الصناعة ده موضوع مهم جدا عندنا سنتك للإستشارات عندنا مركز لعمل قياسات في معامل متطورة للصناعة عندنا وحدة تدريب للصناعة وعملين عقود كبيرة جدا لتدريب القيادة العليا في شركات مش حاول أسميها طبعا وعندنا حاضنة عشان الأفكار اللي ممكن تتطور لشركات إحنا عملنا إيه في ذا؟ يعني فيما يتعلق بملافة توطين الصناعة والقادة السياسية ربما بتقولي اهتمام كبير جدا لهذا الملف طبعا ما قادرش عمل توطين من غير بيبقى عندي تكنولوجيا ومن غير ما بيبقى مواكب لبرة ومن غير ما بيبقى بفكر إحنا بنشوف العربيات الألماني متميزة عشان عندهم مركز أبحاث كل سنة بتشتغل إيه جديد وإيه اللي تعمل وإيه اللي عمله ونشوف اختراع جديد في العربية ده ما بيجيش صدفة طبعا إحنا بقى عملنا إيه؟ وإحنا متميزين مثلا في صناعات زي الغزل ومسيج متميزين في صناعات الغذائية طبعا هل إحنا كجامعة مصرية اليابانية قدمنا في ده؟ حضرتك الجامعة المصرية اليابانية في الكام سنة اللي فاتوا تعتبر الجامعة الوحيدة بالنسبة لعددها اللي تم التقديم على تسجيل 73 براءة اختراع ده أول حاجة الحاجة التانية إحنا في منطقة صناعية ده إحنا في برج العرب طبعا في تعاون مع كل الجهات الصناعية دي ومع جهات أخرى في مصر إنما اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إن ده ملف على رأس أولوياتنا في المرحلة القادمة مش بس ده ده وسقل بعض المواهب وبعض الحاجات للطلاب لأنه حضرتك في النهاية الطلاب المصريين وشبابنا دول الساروة الحقيقة اللي لازم نستثمرها للمستقبل طيب دايما إحنا بنقول للناس دلوقتي خلي يعنيكم على سوق العمل وإنتوا بتدخلوا الجامعات اختاروا جامعة تتتاصق مع احتياجات سوق العمل إحنا عندنا دفعة بتتخرج أول دفعة هي صح حضرتك شايف مكانهم فين في سوق العمل وهل فيه نوع من الشركات مع أصحاب يعني الأعمال الشركات اللي عايزة موظفين مثلا بيكون لهم مواصفات خاصة الجامعة بتؤهل طلابها علشان تتاصق مع هذه المواصفات طبعا طبعا أنا حقول لحضرتك حاجة أنا حقول لحضرتك كلمة السر في احتياجات المستقبل حرج بتسمعي عن ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة وده اللي بدأ اللي موجود في سوق العمل الأجنبي وبيجي لنا شيئا فشيئا الثورة الصناعية الرابعة يعني باختصار شديد لو حلخصها في جملة هي جملة التحكم الزكي smart automation ده تخصصاته بعض تخصصات الهندسة وبعض وكثير من تخصصات هندسة الحاسب وعلوم الحاسب إنما نعايز أقول لحضرتك إنه من الحاجات اللي ترفع الاقتصاد المصري تقوي الاقتصاد المصري ما يسمى صناعات الخدمات المبنية على تكنولوجيا المعلومات دي مش صناعات هندسية زي بعض الشركات اللي بدون ذكر اسمها اللي مجرد application على الموبايل صحيح تقديم الخدمات من غير ما بالضبط حضرتك أنا الواسيط وبا النوع ده من ده على فكرة يدخل في برامج العلوم الإنسانية والاجتماعية يعني في كثير من الحاجات في قطاع البزنس أو قطاع الهيومانيتز أو 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 اللي لو تم يعني سقلوا بجرعة من تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال ممكن يؤدي إلى نتائج مبهرة للاختصاد المصري ما هو ده اللي أنا كنت أعيز أقوله الديفولوكينج أو علوم البرمجة على الهاتف المحمول وربما هذه الأبرز أو تطبيقاتها حتى في التجارة وفي أداب يعني ده اللي أنا أعيز أقوله طب الجامعة بتقدم هذا النوع من التأهيل لطلاب بجانب الدراسة؟ بتقدم هذا دايما بتقدم هذا طبعا إحنا برامجنا بنحاول نحط جرعات من هذا غير فيه أنشطة طلابية والليبرال أردسان كالتشر سنتر اللي قلته بيحاول يعمل أنشطة في هذا الاتجاه العودة للديفولوكينج أو البرمجة إحنا بنعمل إيه علشان نقدم للمجتمع المصري وظائف ونخلق فرص ونخلق سوق عمل هل الجامعة عملت حاجة؟ هل دربت طلبة؟ طبعا لا لا حضرتك دايما طبعا أقول لحضرتك حاجة إحنا السنة اللي فاتت عملنا معسكر في الصيف على هامش مؤتمر اسمه دراجون 1 بنعمله دراجون 2 المعسكر ده بيبقى فيه سيمة بنتكلم فيها وميجيب متحدثين على أهل مستوى وفي نفس الوقت بنستضيف طلاب لمدة 3 أيام بندي لهم جرعات من الابتكار والمشاريع في هذا بالمناسبة إحنا الدراجون اللي هيتعمل السنة دي هيكون بالشراكة مع وزارة النقل فيه ما يخص النقل الكهرابي وحيبقى فيه متحدثين على أعلى مستوى وفيه مؤسكر لطلاب الجامعات عدد طبعا اللي نقدر نستوعبه إحنا عندنا إقامة زي ما حضراتكو عارفين هنصطدفهم عندنا عشان يحصل تكسيف من جرعات ليهم ومشروعات في هذا المجال اللي أنا عايز أقول لحضرتك خبرتي أنا كأستاذ يعني أديم إن طلاب مرحلة الباكالوريوس بيبهروك لو وديت لهم معلومات وديت لهم الحبل أو لو دخلتهم في منافسات يعني فيه أسلوب في التعليم اسمه التعليم المبني على البحث أو التعليم المبني على الكمبيتشن إحنا كان فيه طلبة لما بنقول لهم هندرسلكو هذا الكام يبقى تقيل عليهم إنما لما نقول لهم أنتوا دخلين مسابقة عالمية في تصنيع كذا هم بيروحوا يتعلموا كل ده طوعية وعن طيب خاطر نشكرك يا دكتور ودكتور عمر عادلي رئيس الجامعة المصري الليبانية ربما يعني حطلنا بعض اللقاءات على الأحرف فيما يتعلق بالاختلافة بين الجامعة المصري الليبانية يعني بكونها جامعة حكومية بتقدم عدد كبير من المميزات للطالب المصري وبتحطه على طريق الوظيفة المناسبة للقرر الواحد والعشرين زي ما سمعنا هدير ربما كان فيه عدد كبير جدا من التكنولوجيا الحاسب نتكلم في السيدان ربما اللي نعادد كبير من موضوعات حالة والحالة نحن مستمرين مع حضرتكم في الحديث عن الجامعات المصرية والجامعات الأهلية واحتياجات سوق العمل وإزاي الأهالي تقدر أنها توجه ولادها في الاتجاه يعني اتجاه المستقبل خلينا نقول ويختار صح لأنه لازم نختار مجال يتطفق مع قدراتنا وإمكانتنا وكمان يتطفق مع سوق العمل